الحقيقة إنجاز كبير جداً اللي تم في العاصمة الإدارية الجديدة ومنتكلم هنا عن طبعاً مدينة مصر الأولمبية اللي يعني بتقام أو قيمة على مساحة 92 فدان يعني ما يعادل 386 ألف متر مربع والمساحة يعني مزهلة الحقيقة وشاملة كم وافر جداً من الملاعب فهنا منتكلم على إنجاز كبير اللي تم طبعاً بطبيعة الحال وزي ما أكيد حضراتكم تابعته وده طبعاً كان موجود في كل البرامج الرياضية في الفترة الأخيرة إن فيه إنجاز كبير جداً وكل البرامج الرياضية وقفت عنده وأشادت به لأن طبعاً ما ينفعش إن احنا نخفل هذا الأمر احنا بصادة طفرة كلنا لمسينها في آخر كم سنة الحقيقة على صعيد البنية التحتية الرياضية وده بطبيعة الحال هي لمهدت الطريق وسهلت مهمة الدولة في استضافة بطولات عالمية على كل المستويات الرياضية فطبعاً إنجاز كبير جداً وأكيد زيارة السيد الرئيس النهواندك بتكلم عنها زيارة بيّنت في حد ذاتها حجم الإنجاز ومدى أهميته كمان جديد بذكر إن السيد الرئيس زار معسكر المنتخب في العاصمة الإدارية طبعاً اللي بيستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية وطالبهم بالتتويج بهذا اللقب وإسعاد الجماهير المصريين وقال السيد الرئيس نصاً صعيد برويتكم وأتمنى لكم كل الخير وكل لعيب المنتخب هم شباب موهوبين والموهوبة مسئولية وكمان أشار إنه بين منتخبنا بين لعيبة منتخبنا في سبع لعيبين محترفين في أوروبا وده بيعكس إمكانيات شباب مصر أضاف كمان السيد الرئيس وقال أنتم في النهاية تمثلوا أنفسكم وبلادكم وكل لعب يرغب في التطور لذلك يجب عليه أن يبزل أقصى جهد ممكن لكاريانجح الجميع كفريق والنجاح لا يأتي بالموهوبة فقط ولكن بالإخلاص أيضاً المنتخب المصري طبعاً هو قوة نعمة كبيرة جداً جداً في بلدنا وكمان تابع سيد الرئيس وقال أن إحنا فزنا بلقب البطولة سبع مرات قبل كده وهو شايف أن طبعاً مصر تستحق أكثر من ذلك بكثير وقال أن هو بيشكر كل اللاعبين المحترفين القادمين من خارج مصر وتمنى لهم التوفيق في رحلتهم وقال إن شاء الله أن هم يعودوا بنتيجة إيجابية وتسعد المصريين في كل مكان وهذا ما يتمنىه كل الشعب المصري قال كمان عملنا بجهد عظيم في تطوير البنية الرياضية الضخمة في مصر وأصبح الآن في كل محافظة من محافظات مصر على الأقل منشأة أو منشأة رياضية جيدة تساعد أبناء المحافظة على ممارسة الرياضة وعملنا على رفع كفاءة مراكز الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية وأكد على اهتمام الدولة بشباب مصر والتركيز على توفير بنية الرياضية طليق بالشباب المصري فطبعا كلام محترم أول حقيقة كلام محترم وفيه مسئولية كبيرة جدا